السلام عليكم يا سادس كيف الحال؟ اليوم ان شاء الله راح ننبلش بالفصل الثاني وهو أجهزة جسم الإنسان وصحته يتكون جسم الإنسان من أجهزة متعددة وكثيرة منها الجهاز الهضمي، جهاز الدوران، الجهاز التنفسي، وجهاز الدعامة والحركة، وجهاز الإخراج ولكل جهاز منها وظيفة أو وظائف خاصة به أهداف الفصل يا سادس مما يتركب كل منها كيف يتلائم تركيب كل جهاز مع وظيفته وما أهمية الحفاظ على صحة هذه الهجهزة إذن هذه أهم الأسئلة التي يجب علينا الإجابة عليها بعد دراسة هذا الفصل أولا الجهاز الهضمي هو أحد الأجهزة المهمة في جسم الإنسان بداية في أن مثال موجود في بداية الدرس تعتمد بعض المدارس على بيع أغذية غير صحية في مقاصفها منها الشيبس والسكراكر والمشروبات والعصائر والتي تعرض الأطفال للإصابة بالسمنة والاضطرابات الجهاز الهضمي ومن البرامج التي لها دور في حل المشكلات الصحية برنامج الاعتماد الوطني للمدارس الصحية ويهدف إلى جعل الخضروات والفواكه الغذاء المعتمد في المقصف المدرسي بالإضافة إلى التوقف عن بيع شبس والشوكولاتة وغيرها مما يتكون الجهاز الهضمي وكيف يعمل الجهاز الهضمي على هضم الطعام إذن لازم نعرف فيها السادس أنه فيه إشي اسمه البرنامج الوطني للمدارس الصحية يهدف هذا البرنامج إلى أنه يجعل الفواكه والخضروات هو غذاء معتمد في المدارس والابتعاد عن بيع السكاكر والشوكولاتة والشبس والتي تسبب أضرار عديدة للجهاز الهضمي للجسم ويمكن أن تسبب السمنة خاصة عند الأطفال لذلك يجب علينا تناول الأغذية المفيدة لجسم الإنسان والتي تزود الإنسان بالبروتينات والفيتامينات المفيدة لجسم الإنسان ما هو الجهاز الهضمي وكيف يعمل الجهاز الهضمي على هضم الطعام اقرأ القصة الآتية ولاحظ الشكل 3 إلى 6 ثم أجب عن السؤالين بعدها يلا خلينا نقرأ القصة الموجودة في بداية الدرس بعدها من جاوب عن الأسئلة نعرف ما هو الجهاز الهضمي وكيف يتم هضم الطعام عاد سيف إلى المنزل المتلحفا لتناول الطعام وعندما وضع المعكرونة باللحمة في فمه بدأت الأسنان بتقطيع الطعام إذن أول خطوة من خطوات الجهاز الهضمي أو من خطوات هضم الطعام اللي هي تقطيع الطعام بواسطة الأسنان بعد عملي تقطيع الطعام يقوم اللعاب بترطيب الطعام لازم يترطب الطعام لسهولة ملعه لو كان الطعام ناشف بدون ماء ناشف شوي الأكل مثل الخبز أو البسكوت ناشف شلهي إذا يكون في صعوبة في عملية بلع الطعام لذلك يقوم اللعاب بعملية ترطيب الطعام ثم الليسان يقوم بتقليب الطعام ومسجه وبالتالي يتم عملية هضم الكاربوهايدرات في الفم إذن أول مادة يتم هضمه هي الكاربوهايدرات ويتم هضمها في الفم بعد ذلك قام الليسان بدفع اللقمة للبلعوم ثم للمريء والمريء يمرر الطعام للمعدة بدأت عملية هضم البروتين في المعدة التي تفرز عصارة هاضمة ثم دفعت للمعدة الطعام إلى الأمعاء الدقيقة التي بدأت بهضم المواد الدهنية وامتصاص الغذاء المهضوم إذن لحد هون صار عندما هضم ثلاث مواد الكاربوهايدرات تم هضمها في الفم البروتينات تم هضمها في المعدة أما المواد الدهنية فقد تم هضمها في الأمعاء الدقيقة ثم يتم نقل الطعام إلى خلايا الجسم المختلفة ما تبقى من أملاح ومن ماء موجودة في الغذاء يعاد امتصاصها عن طريق الأمعاء الغليظة إذن وظيفة الأمعاء الغليظة هي إعادة امتصاص ما تبقى من ماء وأملاح معدنية بالآخر بيظل عندنا الفضلات للأشياء خلص بدوشيها الجسم أخذ الأشياء المفيدة للكاربوهايدرات لبروتينات المواد الدهنية الماء لأملاح المعدنية اللي بيظل تسمى فضلات صلبة يتم دفعها عن طريق عملية الهضم إلى خارج الجسم عن طريق فتحة الشرج إذن هذه هي القصة تبين اللي هي أجزاء الجهاز الهضمي وكيفية هضم المواد عن طريق الجهاز الهضمي تتبع حركة الطعام من لحظة دخوله إلى الفم إلى خروجه من الجسم مع أهمية هضم الطعام يلا تطلعوا لعلى الشكل الموجود يا سادس أول إشي حكينا أنه الطعام يدخل إلى جسم عن طريق الفم ثم يذهب إلى المريء ثم إلى المعدة بعد المعدة بروح إلى الأمعاء الدقيقة ثم إلى الأمعاء الغليظة وما تبقى من فضلات يخرج إلى خارج جسم عن طريق فتحة الشرج إذن ما أجزاء الجهاز الهضمي يلا خلينا نعدده المواد ما أجزاء الجهاز الهضمي الفم، المريء، المعدة، الكبد، الأمعاء الغليظة، الأمعاء الدقيقة وفتحة الشرج ما هو الجهاز الهضمي؟ هو قناة طويلة ومتعرجة تبدأ بالفم وتنتهي بفتحة الشرج وهو المسؤول عن هضم الأغذية إذ يحول جزيئات الطعام أو الغذاء المعقدة والكبيرة إلى جزيئات أصغر قابلة للامتصاص مهم جدا تعريف الجهاز الهضمي سادس حطه تحتية خط اللي هون موجود عندك هون أمامكم كيف تتم عملية هضم الطعام؟ يلا تبدأ عملية هضم المواد الكاربوهايدراتية في الفم إذن الكاربوهايدرات تهضم في الفم بالاستعانة باللعاب الذي يرتبها ثم تصل إلى المرية الذي يسهل وصولها إلى المعدة أما هضم البروتينات وان حكيناها قبل شوي حكيناها تتم عملية هضم البروتينات في المعدة كيف المعدة بتفرز حمض اسمه حمض الهايدروكلوريك يساعد على هضم البروتينات أيضا يتم عملية أو تكتمل عملية الهضم في الأمعاء الدقيقة ويتم هضم المواد الدهنية فيها إذن الدهون أو المواد الدهنية يتم هضمها في الأمعاء الدقيقة تمتصل غذاء المهضوم وتنقله إلى خلايا جسم المختلفة من بذل عنا؟ بذل عنا وظيفة الأمعاء الغليظة أنها تعيد امتصاص كميات إضافية من الماء والأملاح المعدنية الموجودة في غذاؤنا وبالتالي يتم امتصاص جميع المواد المفيدة في الطعام بذل عنا الفضلات الصلبة تخرج أو تدفع خارج الجسم عن طريق فتحة الشج تطوير المعرفة يا سادس واجب معك وتحلوا وتبعثوا لي وقوم تعلم يا الله خلينا نحلوا مع بعض قوم تعلم وتأمل فيه أدرس الشكل ثلاثة إلى سبعة ثم أجب عن الأسئلة التي تلي هي الله في عنا هون الشكل اللي هو جسم الإنسان اللي بيحتوي على الجهاز الهضمي كل سهم اللي هو جزء منها جزاء الجهاز الهضمي السهم الأول هون يا سادس السهم الأول اللي هو الفم الثاني اللي هو المريء السهم اللي بعده المعدة اللي باللون الأحمر العظو هاد اللي هو الكبد اللي باللون الأورنج أو البرتقال اللي هو الأمعاء الدقيقة واللي باللون الأخضر هون اللي هي الأمعاء الغليظة آخر إشي السهم الأخير هو فتحة الشج افتحوا على الصفحة اللي قبلها موجود عنكم اكتبوهن على الكتاب بدل كل يصوره ويبعتلي يا سادس ماشي إذن حددنا أجزاء الجهاز الهضمي اللي هو الفرع ألف با ماذا يحدث للطعام في الأمعاء الدقيقة يلا ارجعوا الأمعاء الدقيقة شو بصير فيها هضم إيش الأمعاء الدقيقة ممتازين يتم هضم المواد الدهنية أو الدهون إذن فرع با يتم في الأمعاء الدقيقة هضم المواد الدهنية أو الدهون حدد الأجزاء المسؤولة عن هضم كل من المواد الآتية الكاربوهيدرات يلا وين حكينا تهضم الكاربوهيدرات فيه الفم ممتازين البروتينات فيه المعدة الدهون في الأمعاء الدقيقة ويعطيكو ألف عافية سادس